لم تزل كفر حمرة في ريف حلب تفتح أبوابها للنازحين من ريف حلب الشمالي جراء المعارك الدائرة بين تنظيم الدولة الذي يحاول السيطرة على مدينة مارع وبين الثوار في الوقت الذي وجه القائمون على المجلس المحلي لبلدة كفر حمرة نداء عاما يدعو لاستقبال المواطنين الهاربين من معارك تنظيم الدولة في ريف حلب وجهنا أكثر من نداء لأخبتنا في منطقة الشمالية عامة وأهل مارع خاصة بأنهم أهل لنا وبيوتنا بيوتهم وإن شاء الله سوف نتقاسم رغيف الخبز ونعمل على لقمة العيش من أجل أن نحن وهم واحد ومصيرنا واحد وهدفنا واحد استقبلنا الحمد لله كفر حمرة مدينة عنا بناء طابقي هذا ساعدنا باحتواء حوالي 350 عائل من أخوتنا في منطقة الشمالية بعض الأهالي النازحين وجد في كفر حمرة الملاذة الآمن فيما استقبلت البلدة أكثر من 350 عائلة منهم من فتح المحالة التجارية ليؤمن لقمة عيشه ومنهم من هو في صفوف الجيش الحر استطاع أن يؤمن أطفاله في بيوت بعيدة عن نيران الجبهات ومفخخات التنظيم والله نحن من الريف الشمالي ومن الضغوطات اللي حصلت في المنطقة يعني المنطقة طريبا شبه فاضي اليوم الضغوطات تعرفوا من هنا عن تجاهاتها ونزعنا لول حمد لله بكفر حمرة والعالم استقبلتنا كأنه نحن عيلي واحد يعني وفتعنا المصلحة بنا نعيش ونعيش هالأولاد أنا من منطقة رتيان نحن نزحنا لهون من رتيان لكفر حمرة بشي نأمن أهلنا هنا بكفر حمرة مشان نتفضى لقتال داعش بالنظام والحمد للهون عندنا الوضع تمام تمام عاملونا أهل كفر حمرة كأنه نحن شعب واحد وأخو إن شاء الله أيام عصيبة تمر على النازحين رغم وجودهم بين أهلهم كما يقولون حيث يبقى حلمهم معلقا بعودة قريبة إلى بيوتهم وأرزاقهم التي تركوها وراءهم خالد أبو المجد لأورينتو نيوز ريف حلم